ومن المسائل أيضًا ما حُكم فُتياء المفضول حال وجود الفاضل؟ الجواب لا ينبغي إلا بإذنه فقد عُرضت فُتياء أو رُؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في المجلس أبو بكرٍ فقال دعني أفسرها يا رسول الله وقال أُعبِّرها فأذن له ففسرها بين يدي رسول الله فأفت المفضول مع وجود الفاضل لكن بإذنه ولا ينبغي للمفضول أن ينتدب إلى الفتية وإلى إصدار الحكم مع وجود الفاضل وما أكثره في هذا الزمان يتكلم الطالب الصغير في مجلسٍ فيه بعض طلبة العلم أو المشائخ الكبار وهذا لا ينبغي